تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر لوزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالدولة تقديرا لجهودهم في احتواء أزمة منطقة الوراق وثمنت التنسيقية هذا الجهد من قبل أجهزة الدولة باعتباره يعكس الخطوات الإيجابية المتخذة من جانبها سواء بالدعوة للحوار الوطني أو التعامل الجاد في مثل تلك الملفات بما ينعكس إيجابا على الحياة العامة والسياسية